السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هسرينكم في الطبع مانغا وان بيس وا الفصل 1059 الفصل النار يا عالم كل مرة نقول اودة خلاص وصل التوب يرجى زيادة كلما قلنا خلاص وصل القمة يصعد زيادة يصنع لنا قمة جديدة فوق القمة اللي كانوا الريدي فوقها ولم تا معاك يا اودة احلى تحية واحلى احترام للأسطورة والمبدع أودشير أودا على هذا الفصل المجنون اللي لا يزال أودا يرتقي بالأحداث والحماس والإثارة والتشابك في القصة والجنون والانفجارات كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ما أودا ما توصف ما تتوقف لذلك خلونا نبدأ قبل الحل لصفحة الغلاف وقبل كل شيء لا يزال فيها عدد كبير من متابعين القناة ما اشتركوا لعدد عين واش تنتظرون زر الاشتراك موجود تحت دق دق سبسكرايب دق علامة الجرس خليت جيك التنبيهات أول بأول نتزل الفيديو عجب ما نتأخر عليك والآن خلونا نبدأ مع صفحة الغلاف اللي ظهر فيها دايفوكو وكاتاكوري بوف قاعدين يلكمون بعض في البداية أول ما شفت الغلاف ظنيت أنه مجرد بسبة الدخان ما شافه بعض فضربه بعض بضربة مفاجئة وعشوائية أوت إفر تضح أن الحقير سيزر عنده نوع من أنواع الغزة تسبب الهلوسة فحاليا كلاهما كاتاكوري يشوف أوفن عفروا نزل دفق أوفن عدوة وأوفن يشوف كاتاكوري عدوة بسبب الهلوسة وعند منه يشوف الثاني هو العدو وقاعدين يتبقسون الضربون فيما سيزر وأبناء جاجي الأربعة النحشة النحشة يا ولد لأنه مبقد هذه العداوة وليستطيعون الفوز عليهم ما أنا بي نطول أكثر في صفحة الغلاف ننطلق على طول الصفحة الأولى واللي صدامنا فيه الكاتب العالم الجديد بالقرب من مسقط رأس اللحية البيضاء يعني الجزيرة اللي ولد فيها اللحية البيضاء اللي خرج منها اللحية البيضاء جزيرة سفينكس سفينكس طبعا الجزيرة دي جات من قبل جاها نيكو ماموشي وصلين هنا وبلغ ماركو قال لنا بالفزع وتعال وتعال وتضح لنا قبر اللحية البيضاء وقبر إسم موجود في هذه الجزيرة الجزيرة ما فيه شي عادة أهل أو أحباب أو ناس وربع اللحية البيضاء اللي لا يزال ماركو جالس يدافع عنهم خايف أن أي أحد يجي يبحث عن كنز اللحية البيضاء بأن اللحية البيضاء ما عنده كنز أسرع على طول ماركو طار من سفينة مين؟ سفينة شانكس شانكس التي مرت بالقرب من هذه الجزيرة طار كتب يجيبوه طائر ويقول حسنا شكرا لكم على إيصالي شكرا يا شانكس أنك وصلتني قربتني للجزيرة ويجي الرد من شانكس بطريقة كوميديية لأن شانكس قد طلب الانضمام من ماركو من قبل قول أنا لم أكنت في نفسها أنت ضميانة أنت يا ماركو قلت كفاكا مزاحا بسك غشفر ماركو يقول حك شاكس بسك غشفر الله اكتب لي بعد أن قال الكلمة أظن أنني اكتفيت من العناية بقراصنة عظماء يعني أنا كنت أعتيني بقرصان عظيم اللحية البيضاء كنت نعم بحقها فأعتيني فيها واوا والآن ذهب للاعتنام بقرصان عظيم اللي هو مانكي دي لوفي ملك القراصنة المستقبلي فتر النبوء الجوي بوي وتيفر سمالي تابيه فخلاص يعني كفي ويضحك كذا هنا شانكس يرد عني يقول أيها الأحمق هل أنه تعبك معي يعني ما رح تتعبوا إياه أنا يعني قوي ومبرع مشاكل وحبيب وكذا أليس كذلك يا بيك؟ طبعا بيك دلع بين بك بني دلعونة بك فشانكس يقول له آه شو رايك يا بيك الناب حق انت الناب حق يعني قلنا 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 أنا ما تعم ملك Им quatro ويردو ملكمم كل فرود با ساتو ثاب انت بتحبني بالعربة يسكت بالنسبح مع having وكل الطاقة مايته والضحق وأهمهم دونح هنا45 ماركو قاد يقول لهم جاءنا إلى اللقاء طائر وطائر أعطاك كذا بلشباك هو نفسه ماركو قاد يذكر احداث أو بمعنة صاح الكاتب يبريننا احداث winning صارت فيانه قبل التواتي هذا الشي نك تكلمت عنا وقلت نعم كم الأقصى يتطلع من الجزيرة مستعجلة لن يريدنا أحداث نارية وقوية بس راح يظل يجيب لنا فلاشباكات بسيطة تشرح لنا شي اللي صار فلا تستعجلون في الحكم فهذا اول فلاشباك على الجزيرة حدث صارت على الجزيرة قبل لا يطلعون منها قبل لا يطلع منها مار فيقولك قبل مدة قصيرة في بلاد وان وما يحتاج حدد الوقت ترون لك عارف انه بعد وصول شانكس للجزيرة مش اعرفه طبعا وذا الكلام بعده بيومين ثلاثة ظهر لوفي فالكلام هذا قبل يومين ثلاثة ايام من الحداثة الحالية تقريبا يعني كان فيه زين حوار او النقاش ما بين ياماتو وطاقم لوفي طاقم لوفي طبعا الموجودين من طاقم لوفي كانوا لوفي جيمبي زورو وسانجي الاربع ذيلي اللي كانوا يرقبون معركة مومونسكي من بعيد فواحد علقا ناني ماذا ألن تأتينا معنا انضمي لنا وكوني قرصانة قرارك غير مقبول يا ياماتو تشان كلمة ياماتو تشان هذه توحيي لك ان اللي كان يقول ذلك الكلام هو سانجي لانه سانجي خاق على ياماتو فقاعد يقول له ايش هو ما رح تنضمي للماتو طبعا الدليل كلمة تشان طبعا في الفرايم اللي بعدها يأكد لك للكاتب انه هو سانجي اللي قال ذلك الكلام سانجي اللي كان الحط يدير على راسه ومرجع في راسه ازا كده بينما زورو وجيمبي ولوفي قاعدين ما في ردة فعل ياماتو قاعدين تتكلم معهم وقفين على طرف الجزيرة لنفس المكان اللي كان فيه جيمبي سانجي زور ولوفي يتفرجون على معركة مومنسكي تو انتهت معركة مومنسكي صار الموقف هذا بس الكاتب ما ظهر لنا يوم متو قاعدين تتعلق تقول لابد انكم لاحطوا ذا الشيء متو قاعدين هنا شخص ذو هاكي مذهل انقذ البلاد من رجل الغابة ذاك تقصد الجنرال ثور الأخضر الجنرال أراماكي رجل الغابة مستخدم فاكيهات غابة غابة لومية متو قاعدين فيه شخص مذهل عنده هاكي مذهل مطبيعي انقذ الدولة من ذلك الرجل يعني لو انه ما جاءوا واطلق علي هاكي بعيد كمان سحب يعني ياماتو والأربعة ذاي اللي كلهم ادركوا انه شانكس هو اللي انقذ مومنسكي هو اللي انقذ بلاد وان قد تجي ياماتو تقول ولت ايام سطوة كايدة يعني راحة الايام اللي كان كايدة فيهم سيطرة على وانو وهي بيتو سمعتها تحمي وانو ما تخلي لحد يانشي قد يأتي اشخاص كرجل الغابة يستهدفون بلاد وانو في الفترة المقبل يعني واضح ان بلاد وانو ستظل تستهدف زي ما قال طبعا قال الثور الأخضر ذلكل كلام والنتبت تعلنو فيه وغمزة كذا بغمزة لذا لا يمكنني التخلي عنها ما اقدر انا اتخلى عن بلاد وانو واطلع واصحب عليهم يعني وتكمل كلامها ليس من الصعب على الشخص انه يبحر وهو قلق ويحاتي شيء ما قصا شيء عزيز عليه يعني بلاد وانو عزيزة عليه فانو ابحرت معاكم بتهم احاتيها افكر فيها وهالشي برضي انطبق عليك يا لوفي مو بس علي انا لا لا اقص على بعض وتكمل كلامها لكنني لازلت اود الانضمام لكم ما ليتسموني ناكما ما ليتخلوني ناكما عضو في الطاقة ما بيكب ندوني ناكما ما بيكب تخلوني عضو في الطاقة معاكم فرد لوفي حسنا معاكي حقا هكذا سنطمئن نحن ايضا لحتى احنا قاعدين خايفين على مومونوسكي وانحاتي بلاد وانو والساموراي انهم ما اصبحوا قيمة في الكفاية وانو مجدوني يدفعونها عبنا في السمو بالخص مومونوسكي عنده فاكية تتري حق تقايده عقلا يزل عقل طفل قدرات لسه مكتملت بالمطر ويطلع الغيوم بس يخاف يطير يمشي على الارض بالنار كان يطلع شيء خبيب ويطلع نار قوية باخرة ومسلسة ما بعد يتدرب عليهم يتعود عليهم حكي الملكي ما بعد يجيب استخدامه بلا 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 لسه قدامه مشوار على ما يوصل للمستوى يستطيع فيه الدفاع او حماية دولة بعد انو بي اكمل كلام هذي مهمة جدا اذا اعتمد عليك بحماية مومو والاخرين واو البقية يا ياماتو هذا امر من الكابتن لأحد اعضاء الطاقة محقين انا اعتمد عليش يا ياماتو لحمايته بالان فقالت روكاي علم خلص الموضوع عندي هنا زورو علق لانه سمراء يعني زورو من بلاد وانا بس تلكاتب ها ها لا تقولوا لسه اظهر تاريخها زي ما وراء لفلاشباك هذا بيورينا فلاشباك حق زورو عن السيف وعن اصلا من وانا انا واثق فيك يا اودا على المدحامي حقك وكل ثقة لانك بتظهر على المعلومات بليش لا تخذرني هنا زورو قاعد يعلق لها ولكن مومو عندك برياء عالي ياماتو يعني لو جيته قلت له انا خايفة من بسافر عشان ابي يحميكم ما رح يقبل فهمتوا الفكر انا فهمتوا فهنا ردت ياماتو اعلم لهذا سابحث عن هدف بنفسي يعني بشوف هدف يناسبني اقدر اقول لهم هو سبب عدم خروجي للبحر وبقاي فقاضية ان ياماتو قالت انا ابي ازور كل مناطق وهنو قبل اطلع للبحر مجرد تصريفة تسكت بها مومونوسكي عشان يقتنع موموسكي انها بقت في الجزيرة لأسباب الشخصية مو بخايفة انعليتها بتحميه خايفة انعليت قلوبت قصيمي مانيش تحملوني هنا اتضح الشي اللي الكل انتقد اودا فيها كيف مش منطقي اشلون اشلون ما انضمت هي انضمت هذا قال لكم قالت ابي سيغ ناكما وقال لها لوفي حسنا وبعدين في المشهد ترى قابل المشهد توديعهم عند السفينة يوم جو عند مشهد السفينة لوفي بالحرب الواحد قال حق ياماتو مومونوسكي وكيمون اي واحد منكم بيصير قرصان سفينتي عندك انتو عضو في الطاقم انتو ناكما انتو ناكما بالنسبة لي اي واحد بكم الوحيد فيهم اليابي فعلا هو ياماتو حاليا ياماتو تبتصير عضو في الطاقم وطلبت وقال لها حسنا تم علم انتهى الموضوع حاليا ياماتو عضو في الطاقم هي ناكما ولكن بقيت للخلف لانا برضو لوفي قال لها في المشهد الاخير عند السفينة هم طالعين من بلاد وانو لا تنسين اللي تكلمنا عنا ياماتو لا تنسين اني انا هدت اليش بحماية مومونوسكي والبقية نعم هي اللي اقتل حدا الشي نعم هي اللي اطلبت ذا الشي نتبقى في الخلف ولكن برضو هو امر من لوفي لها كعضو في الطاقم خلاص انت الدور اش حاليا اش تحمين بلاد وانو لقي تصريفه تقنعين افهم مومونوسكي ان اش بقيتي اللي سبب معاي مملأ كي تحمينه لانك برياء رح يرضى ذا الشي للاتبال اثناء اики هاد يصيني تقول ابي اطلع ابي اطلع فجأة ابي اللف بالودن وانو ليست دم التصريفه انا ابي المрий الممكن في بلاد وانو طبعا احد التعليقات والانتقادات القويه جائت على اودا بالànhاد ويمكن ان يوم تخصك تقول ابي اطلع اورما اقرب احجي فجأة ابي مقدر او في بلاد وانو والش 그 Greek تفسير غير منطقي جاهت اكون مني اجابة الان وصار جدا 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 منطقية بعد هجوم أراماكي ولا مش هد الياماتو تقول أبي أخرج معاكم كل المشاهد كانت تقول بس أفر معاكم أطلع إلى البحر بأخرج البحر بس أفر معاكم قبل هجوم أراماكي الثور الأخضر بعد ما هجم الأدميرال تغيرت رغبتها صارت بتحمي البلاد فقررت بالتفسير هذا غير منطقي اللي بس كذا تسليكي عشان ترضي ممنوسكي بألف بلاد والو كلها قبل العطل وهنا يجي الربط ليش الكاتب عطال الفلاشباك عشان نوضح لنا ليش بقى تياماتو مطلعت بس هنا يوريكي الكاتب ان ماركو مر كذا طيران من فوق لوفي الوقت اللي سفينة شانكس لسه تاوها قريبة من عند الجزيرة تحت الشلال او يا قبعة القش وجدت سفينة قريبة يمكنني البحار مع طاقمها لذا سأسبقكم بمغادرة البلاد يعني أنا شفت طبعا استشعر بالحكي حكي طبعا زي ما لوفي والكل استشعر بهكي شانكس ماركو استشعر بهكي شانكس فيعرف ان شانكس طاقم صديق اقدر ابحر معها ما اقدر خليم وصلوني فاركب معا في السفينة عشان يوصلونا قريب من جزيرة سفينكس الجزيرة اللي في قبر اللحي البيضاء اللي كان يحميها وجه هنا في الزعوة هير راجع داك ريوس راجع لذا سأسبقكم بمغادرة البلاد يعني أنا سابقكم أنا بطلع باركب مع شانكس يوصلني اوبر شانكس سهر اوبر ما عليش تحمله فهين لوفي قوله اه ماركو ساتقادر اذن قال لأجل وينها لوفي تكلم عن شيء قال ألست أنت من أنقذني في حرب القمة شكرا لك يعني انت ساعت في انقاذي في حرب القمة شكرا لك يعني مش كارا من قابل انا اغمع علي لوفي بعد الاصابة الاسطورية اللي جاتة من كاينو والصدمة العاطفية اللي جاتة من موت حيث وجاب لقطة بسيطة جميلة طبعا رح تظهر في الانمين مع فلاش باك ومع سندو تراك فرهيبو جميل جدا وماركو يصرخ في جنبي يأخذ معاك شقيق ايس الأصغر يا جنبي يعني أخذ معك ونحن شهره ماركو علق جميعنا تحركنا تلقائيا في تلك اللحظة أتعرف السبب يا جنبي يعني أتعرف ليش كلنا فجأة تحركنا عشان ننقذ لوفي في تلك اللحظة جنبي راد قال له هذا الموضوع أقدم من أني أتذكره وهاهاهاها والسبب فعليا شغلتين الأولى كان أمر من اللحي البيضاء احموا أخوا ايس كانوا معطيهم ذا الأمر قبل يخلون لوفي يحجم عشان نحرر ايس وبعد حتى قال لهم يحموا أخوا ايس والسبب الثاني أنه إرادة ايس الموروثة أنه كان يقولون أنه خلاص إرادة ايس ورثها لوفي فلازم نحمي لوفي عشان إرادة ايس تتوارث إرادة ايس ما انتش أنا هاصف الشيء الثاني هي إرادة ايس الموروثة أنه يعني حين ايس مات فإرادته ورثت إلى أخوه اللي هو لوفي من الدي أيضا فلازم نحمي إرادة ايس الموروثة عن طريق حماية لوفي نفسه والدليل طبعا الكلمة اللي قالها بعدها ماركو قال لا شك أن ايس كان سيفرح برؤية تطورك يعني لو ايس علقيت الحياة وشافك لأين وصلت حين كان بيفرح وبيسفل فارد لوفي شيء أجل طبعا يعني أكيد بيفرح لأنه بيشوف أخوه قرر من الحلم اللي يستملك القراصي وطالع خلاص ماركو منطلق رايح على سفينة شانكس عشان يركب معاهم قال عصركم يبدأ من الآن فصاعدا لذا فشدوا عزمكم هذا نفس الكلمة اللي قالها شانكس أن عصرهم عصر الجديد بدأ الحين فلا تدخلوا من البحرية وتشلوا لها البراعة من اللي بدأ العصر الجديد فقال لوفي بالتأكيد إلى اللقاء سيونرا ومشي طار انتهت بلاشباك وجاب ولنا حاليا ماركو طاير متوجه على جزيرة جزيرة سفينكس وبس وكذا انتهى موضوع ماركو كومبليت انتقل مشهد إلى الصدمة الأسطورية اللي صارت في هذا الفصل الحزام الهادئ جزيرة النساء أمازون ليلي اللقطة في وقتنا الحالي الجزيرة كانت علامة قلب كبير جدا بس فعليا الصورة على الجزيرة جاي مشقوقة كذا القلب مقصوص قص مو طبيعي طالع بس مجرد راس كذا من الجم والجزيرة في النص والأفاعب يعني شكل الجزيرة مضروب بدت تتكلم على الأغلب هي أبو هانكو تتكلمها تقول هذه أول مرة يقتحم فيها هذا العدد الكبير من الرجال جزيرتنا وقد تضررت البلدة بشدة يعني الجزيرة تضررت بشكل مطبيع ستواصل البحرية هاجماتها ما دمت موجودة هنا فعين أذهب يا ترى أبو هانكو قاعدة تتساءل مع اللي حولها تقول البحرية بيتمون يهجمون على هذه الجزيرة طالب أني أنا موجودة وين أروح بدت كذا طبعا من رون الكاتب أن الرأس ملفوفي عن أنها أصيبت في القتال بدت تقول آه بما أن الأوضاع وصلت للحد خلاصة بتتزوج لوفي ردت عليها العجوز نيون قال هذه رغبتش من أول ما فيش جديد لا تلفينا علينا يعني مو عشان أنه الهجوم والجزيرة والبلاو يصرت تتزوجين من أول تبتتزوجين لوفي نقص على بعوه وعلى طول بدأ الكاتب يوريننا في فلاشباك قبل عدة أسابيع وبعد إسقاط نظام الشيشي بوكاي جابوا لنا فعلا أن البحرية هاجمت على جزيرة أمازون لي فا حين قاعد يورينا الكاتب شو اللي صار في ذي كنفاتر غير مصراتها سبيعة أو اسبعين أن البحرية هاجموا وقلوا أوه لقد حطمنا البوابة يعني أخيرا حطمنا بوابة الجزيرة بنختحم أوه محاربات الكوجة شنوا علينا هجوم مضاد فجأة جاء أمر على الأغلب من الأمر من فوق على طريق الدندمشي أو من الخطوط الأمامية يعني أظهر الكاتب هنا نائب أدميرال في مقر البحرية اسمه ياما كاجي ظهر هذا هو المرة يظهر أو ظهر من قبل ما لم يتأكد الماما قاعد يقول يبدو أن أبو هانكوك لن تخرج إلينا يعني واضح أن أبو هانكوك لن تخرج إلينا يعني واضح أن أبو هانكوك لن فجأهم كذا أمر يا من الخطوط الأمامية اللي موجودين قدام قاعدين يقتلون يا من القياد العليا أرسلوا طراز الباشا فيستا الجديد سيرافيم إلى الصفوف الأمامية وشغلوا الكاميرات من أجل التوثيق يعني يخلوا الكاميرات حقة السيرافيم يعني الطور الجديد من الباشا فيستا مركب كاميرات قوبروك يصوروا ويلقط كل اللي قاعد يصير فجاءهم الرد علم يعني خلاص تقبل الأمر من نفذ فجاء بلنا الكاتب مقاتلات الكوجة محاربات الكوجة اليوم أتباع هو هانكوك اللي كانوا صديقات لوفي من قبل واحدهم تقولوا ما هذا قلبي لا يقوى على مقاتلة تلك الطفلة في طفلك الدن قاعد تقاتلهم بس البنت الثانية تكلم ولكنها في غاية القوة يا ماكي كما أنها أليس هذا يعني يجبون لك وراك الكاتب صورة وشعرها من ورا وشاكلها من ورا ووراها نار ووراها كتوفها جنحان سودا نفس نظام قبيلة اللوناريا عرق اللوناريا نفس كينغ تماما ولكنها بشكل طفلة عيونها وشعرها أقرب رسم الله بوهم كوك لم يكن من اللحظة حاذي بوهم كوك وكانت ترتفع عيادت empire يعني تستخدم نفسها بسابي الأسطلقات لايزر ولنزلن في لحدiza اللي قادة تصير تصبح قوة ثالثا السابيع لحدي تظن الوقت تغيير رشي ither فاجأ البحرية احذرواatchet أصبح هناك سفينة بخلفنا ماذا من هذا ماذا من هذا تحرير من الساحل انهم قراصن سفينة قراصنة هناك تهجمان البحرية من الخلف إنهم طاقم قراصنة اللحية السوداء اليومكو بلاكبير قال الله بوفوف وصف بلاكبير ضرب بالزلزق وقال زلزال بحري احذروا السي كينغ we know that you can't go راح يلاحظون أن وجودنا طبعا هذه نقطة دائما يذكرونها أنه أمازون ليلي موجودة في وسط الحزام الهادى يعني هذا مكان تعيش فيه ملوك البحر المخلوقات البحرية ذي وحوش البحرية المرعبة الضخمة جدا فهم كانوا يمرون عن طريق انهم غطين السفينة من تحت بحجار الكايروسيكي فتقدر تخترق هذا البحرية البلاك بير دخل بسفينته وقعد يضرب زلازل السي كينج رح يحسون فيك و رح يهجمون عليه وفي اول ظهور للبلاك بير ظهور فعلي حقيقي يعني في قتال في مواجهة ظهر كذا يصرخ امام الكل طبعا عليه سارة كاترينة ديفون وعلى يمينة فاسكوتوشوت السكير اللي خذها من الامبلدون سجين الامبلدون الدرساء لقد عتيت لأشنك في امبراطورة القراصنة فلن ادع البحرية تحصل على قدرتك يوم قال تيج قبل تقليل اربع سنوات في المانجا وخمس سنوات في المانجا لانا قاعدين حاولين حلل هذه الفكرة وهذه المعلومة اللي قالها لن ادع البحرية تحصل عليها قبلي لانا تحرك لنبحر مهاحد كان متخيل ان اللي يقصد هيفاكية ابوا هانكوك الرجال جايب ياخذ فاكية ابوا هانكوك قبل ان تحصل عليها البحرية ماذا رحل هنا طبا عنقها كاترينة ديفون هنا طبعا علقت كاترينة ديفون مورو لا فوفوفوفوفوت اعلقت الغبية جدا هانكوك ذات الوجه الجميل اودو اقتلاع رأسها بقصة رأسها واحتفظوا بكنز عندي يرد البلاك بيرد بكل برود كومون ولا مان على دي طالما ان كل ما اريد منها بيحصل على قدرتها يعني مو مهتم ان يقفض علي قيد الحياة مو مهتم منها جميلة مو مهتم منها شي شبك سابق مو مهتم منها اميرة الكوجة مو مهتم منها اي شي كل اللي يبيه بس فاكهتها بياخذ فاكهتها وخز فيها فهنا فاسكت شوت السكير هذا قاعد يتكلمه يقول ايه ليش ما ناخذ الحياة انا راعتني لبها جيدا الحقير يبي يحتفظوا بكه اسيرة على قيد الحياة عشان يعني جمال هواو من هذا القبيل كونه قال هالكلمة فيه تلميح قوي انه يقدر تيتش ياخذ الفاكهة من الشخص دون ان يقتله لان حتى كلمتها الكثيرين يقولون عادي بتقصير راسي قصير راسي خلنا اخذ الفاكهة اول يعني يقدر يسرق الفاكهة وانت على قيد الحياة على الاغلب ما نفاهم اشي الالية او اشي الطريقة صراحة او يمكنها زلة في الكلام ما ادري بننتظر اكثر ونشوف قدام بعدها جي اتصال على الادميرال هذا يا ماكاجي واحد يكلمه من الخطوط الامامية يا نائب الادميرال اصدر لنا الامر بالهجوم على اليونكو بلاكبير ويقول لا انتظر على انتظر الموافقة من المقار يعني انه قاعد يكلم المقار المركزي للقوات البحرية للمرينزي عشان ياخذ موافقة من اكاينو عشان يقاتل او يهجم على اليونكو بلاكبير طبعا البلاكبير دخل وعلى طول كذا يضرب ززل لا حاجة اللي بكم طير ابو البحرية تطير ما يبيه وحتى اتباع بوهانكو قاعد يقول اخرجي الينا يا بوهانكو قالي انا الوحيد اللي مهتم فيه هو بوهانكو جاء المشهد على كوبي اللي يريدي نزل من السفينة موجود على بسط الجزيرة وقاعد يقول لا عجب ان يحاول القراصنة ضم شيشي بوكاي سابق اليهم طبعا هذا اللي سواه طبعا بالنسبة للحكومة وبالنسبة للبحرية هذا اللي سواه باقيهم ضم ميهوك وقودايل له بينما في الواقع القصة مختلفة تماما بس مش موضوعنا المصيب ان كوبي هنا ما يدين ان البلاك بيرد مو جاي بيضم بوهانكو جاي بس بياخذ فاكهتها بعدها كوبي يتكلم وموسط الجزيرة يعني دخل دخل خلاص حالينا موجود في وسط الجزيرة عند القصر حق هانكو فقاعد يصرخ هانكوك سان اهلا في البحرية ما نانوي القتال معاكم ما نبي نقاتل الكوجة وقبائل الكوجة كلهم نعدك بالانسحاب بس ما تسلمي نفسك سلمي نفسك كلنا ناخذك ونمشي ما رح نقاتل ما رح نقاتل ما رح نقتل عاد يعني بننسى ما نبي نحن الموتون واتباعش يموتون لا اخوات بوهانكوك غضبين جدا دعيه لنا يا أختي لا تقترب بنفسك أيها البطل كوبي هذا اللقب اطلق من قبل على اه قارب ايو قارب البطل قارب بعد ما انقذ اه التنين السماوية في حادثة اه الروكس او القادفالي قبل ثمانية ثلاثين سنة نفس الشي اطلق على كوبي لقب بطل البحرية بعد حادثة ميناء الروكي اللي صانت فترة السنتين وتكلمني عنها اكثر من قبل وتكلم عنها اكثر بعد شوفها نكم هنا صرقت بوهانكوك غاضبة كفاها كهراء لن اسلم نفسي لأي منكم لا لا كنتي البحرية ولا لا كنتي طاقة من البلاك بيردي ولن اخضع لأي طرفين مره اخضع لا للبحرية ولا لليونكم طب ابلغت هذي بوهانكوك قامت وبدت تمشي فخواتف الثنتين يقولون لا تذهب يا أختي يعني لا تروحين تقتلينهم فجأة اتباع البلاك بيردي اللي وراه في جان كده وطارم قد انقذنا ايو القاعد تيتش فلا شي يجدي نفع عم بده الانتباد تيتش وقام يطالع فيها اوي مان يكوني قادر اصيق اللي ان قاعدةشوفها شاشر أبيض وبشرة سوداء واجنحة سوداء هذي مواصفات ايش مواصفات عرق اللوناري يعني نعرفها وطبعا تيتش يعرفه لان تيتش كان في طاقم اللحين البيضاء و ماركو عرف عن عرق اللوناري انهم عرق استغفر العظيم الحكم وال исحتكم اللي حسب معتقداتهم اللي كانوا يسكنوون في ما ريعكم في السابق فعلى الغلب زي ما ماركو سمع عن القصة بلاك بيرد موجود مع طاقم الويت بيرد من زمان فربما حتى هو سمع القصة فيعرف منه عرق اللوناري فقاعد يطالع ممصاد دقويتوت كده اوي اوي هل عزمكم مجرد طفل فعليا الوجه وجه الطفل والبشرة سوداء والشعر له نعبيا وفعلا فيه اجنحة سوداء خلفه وفيه نار تشتعل بس المصيبة انه مو بنفس لقب وهنقب هذا غير وجه الطفول الصغير اللي لازم صغير وجه ميهوك وماسك سيف لابس سيف ميهوك واللعب يطالع فيه ومكتوب على صادرة بي اكس مكتوب عليه بي اكس يعني بس هفستا بس الكاتب الحقير تعمت ما يظهر الرقم اللي ورا عادتا نكتبه بي اكس زيرو بي اكس وان بي اكس تو بي اكس زيرو هذا كومة الاساسي النسخة الاصلية بي اكس هذا اللي هو النسخة من ميهوك طفل صغير ما ندري وش سلفتها فاللحظة اللي بلاك بيرد شاف بي اكس قال هيعقل انه بسافستا يعني من سلالة الكومة تطوير نسلالة كومة وشخنق يعطيك ذيك الضربة نسخة ميهوك البسافستا هي اللي قصت الجزيرة نفس تقنيات واسلوب بيهوك في السيافة موجودة عنده وهو طفل صغير يا الهي ما الذي يجري البلاك بيرد قعد يطالع يقول اللعنة بسافستا على هيئة الطفل ما الذي يحدث هنا فجأة يهجم عليه ميهوك الطفل هذا شخنق ما ادريه ببوكس ما ادريه بساف البلاك بيرد حطه صلب في يده وصده ويوم صده البلاك بيرد قال اه انه ضخم يعني رغم انه وجهة وجه طفل وملامح ملامح طفل حجمه حجم ضخم ما هو بصغير طبعا هنا البلاك بيرد عصب كذا ومنظرات وجهة صارت غريبة وبلاك هول ضرب في الارض شوى بلاك هول ضخمة جدا 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 كلنا نعرف انه لما يسوي البلاك بيرد بلاك هول يقدر يصحب كل اللي موجود في المنطقة ويدخله في العالم حقه بعدين يسوي الى الليبوريشن يطلعهم فشوفنا ناس شفنا مباني ممكن حتى البشا فيستا هذا نفسه بي اكس ميهوك هذا المنسخة ميهوك لا ربما انه تم شفطة الى داخل البلاك هول ربما لا ما ادري ما انتضحت اش فجأة على طول بوهانكك تهجم سهام العبودية بم 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 وفجأة تحجر لك كل طاقم البحرية فجأة شفنا همي لبوسان اللي وخوي كوبي وحتى الادميرال كاماجي هذا برضو تحجر كلهم عيونهم بشكل قلوب فعلى طول كوبي ما تردد اوقفوا البسافيستا رجاء وهنا ظهر لنا البسافيستا واقف بس ما تدري هل هذه نسخة بوهانككك ام نسخة ميهوك انا حس انها نسخة ميهوك لان هي اللي كانت قريبة وشكل الملابس البطلون القصير هذا نفس ملابس ميهوك فاحس ان هذا ميهوك بس مو مبين السيف في يده يعني الرسم بحيدة جدا فقاعد يقول كوبي لانه هيجانة وهجوم المجنونة هذا الضربات دي ممكن تكسر جنودنا المتحجرين دينه تقتلهم بينما لو تم تحجره فكتها بعدين بوهانككك يرجع للحياة عادية وصارح كوبي هذا امر توقف ما دي كوبي عنده صلاحية انه يوقفه ام لازم الاوامر تجي من المقر رئيسي هل التصوير انه يعني يقول انك شغل الكاميرات عشان نصور تصوير باك اوب في الدرايف ولا تصوير لايف ينقل الفيد على طول على البحرية ما نتجي اللي قاعد يسيه فوقوهانكك لسه مكمل قتال بافيميو اللي تجيك ضحكة البلاك بيرد كروز مساكها ما تدري ودخل عليه فاجأة وطباقها وجرها بالفاكهته كروز هذي من عندي انا توقع انه دائما استخدم قدرة كروز في دريسارو ويجر الشخص لعنده بس ورانا الكاتب انه جزء كبير من طاقم البلاك بير تحجر مما فيهم كاترينو ديفون وفاسكوت شوتو كلهم لدي تحجروا واتباع بوهانكك كلهم اميرة الافاعي واحد اثانية تعلقت ابطل قدرة اميرة الافاعي خلاص من اللحظة اللي مسكع بيده ما عاد تقدر بوهانكك تستخدم قدرة فاكهاتها والكاتب اختار هذه اللحظة بالذات عشان يظهر لنا مكافأة بوهانكك انها مليار وستمائة وتسعة وخمسين يعني مليار وستمائة وستين تقريبا مليون بليم اقل من الكرنكوداي الكرنكوداي المليارين هذه فوق المليار ونصف شوية واظهر لنا اليونكو مارشل دي تيتش واظهر لنا ايضا مكافأة تيتش انها اصبحت ثلاثة مليار وتسعمية وستة وتسعين يعني اربع مليار الا اربع مليون اربع مليار تقريبا اربع مليار خلاص هنا علق البلاك بيرد يبدو ان لقب الامبراطورة لم يطلق عليك عبثة يعني انت تستحقي لقب الامبراطورة امبراطورة القراصنة ورانا الكاتب كوبي متواهق يقول ماذا علينا افعل جميع كلهم كلهم تحولوا لحجارة ما بقيت الان تيتش نفس الشي واسك طبعا هنا هنا كوبي واقف وتيتش واقف جنب كوبي ومعلق هذي في الهواء ونفسه تيتش معصم قاعد يقول لها اوه لقد حولت جميع اتباعي الى حجارة لا طالما رغبت في الحصول على قدرتك يعني انا جاي عشان الفاكهة القدرة دي ان تحول الناس حجارة ابيها ابيها فترد عليه جمالي هو السر قدرتي طبعا هذا الشي لمح عليه الكاتب ويجب عليه الكاتب في الاس بي اس انه مو شرط انه بس اللي يعجب فيك تقدر تحوله الى حجارة حتى الكاره لك تقدر تحوله الى حجارة يعني كأن الكاتب يقول في الاس بي اس على حسب الياخذ الفاكهة ممكن انه فعلا لو انت خفت منه يقدر حولك على حجارة فايا كانت تردد فعلك تجاه الشخص يستطيعها بس لما تكون زي لوفي ما عندك اي مشاعر تجاه الشخص لا تحبه لا تكرهه لا تخاف منه ولا اي شي هنا ما رح يقدر حولك الى حجارة نفسي يصار مع البيك مام اذا ما خفت منه ما زالت اخذ روحك فكل فاكهة في لها نقطة ضعفة هنا قالت بوانكو الكلام ما نجري اذا هو فعلا صدق ولا هياط منها بس عشان تقنع البلاك بيض انه يبكي على قيد الحياة قالت ان قتلتني فس يظل اتباعك متحجرين حتى لو احد خذ الفاكهة بعدي ما رح يقدر يفك التحجر عنه يعني اذا قتلتني ربعك ماته وما رح يرجعونه وجابك هناك كانت بتعليق من كوبي واو قدرتها تفوقت خيالي يعني قدرته اطلعت اكبر واقوى مما انك متخيل وهنا كمل البلاك بيرد كلامه بس كلامه هالمرة كان موجه الكوبي الوحيد اللي بقى من البحرية فالله مخرج لهذا الوضع ايها البطل كوبي انت ما قصت ازدد لي خدمة في ميناء روكي بفضلك تمكنت انا من اسقاط او تشوكو وصرت زعيم جزيرة القراصنة يعني ميناء الروكي هذا الحادث اللي صارت فترة السنتين كان اللي بدأت تسبب في ذا الحادثة هو لاو انه اخذ قلب مئة قرصان ورح سلمه من البحرية عشان يخلونا شي شي بكاك بس نفس الحادثة هذه صارت فيها فوضى وعالمة جدا اللي درت ان المواطنين كانوا في خطر طبعا ما توقع ان المواطنين اللي في جزيرة خلية النحل هاتشونسيو هاتشونسيو هاتشينوسو الجزيرة اللي استولى عليها البلاك بيرت ما بعد لا لا ربما انها حامل مواطنين في جزيرة ثانية بس بسبب الفوضى العارم اللي صارت بسبب لاو وكوبي البلاك بيرت استطاع هزيمة او تشوكو اللي اسمها زانجليا او زانج او وماذا كان اسمه كده قرصان من طاقم الروكس جاء البلاك بيرت فقع واجه هزيمة وسيطر على جزيرة خلية النحل هذي وخلية القراصنة اللي زي عليه جمجبة القراصنة واصبحت المقر الرئيسي للبلاك بيرت كانت في السابق مقر رئيسي لو تشوكو وقبل ان تصير لو تشوكو كانت هي في الاساس المقر رئيسي لروكس دي زبك ففي السابق كانت هي مقر قراصنة الروكس واحد من طاقم الروكس اللي ناسي طبعا يوم نذكره اعضاء قراصنة الروكس قالوا انه معهم اللحية البيضاء كايدو والبيجموب والاسد الذهبي شيكي والكابتن جون والسيلفر اكس الفأس الذهبية والتشوكو هذا اللي اسمه كان ياباني فهو مقتبس من قرصان حقيقي في العصر السادس عشر يعني قبل عام 1600 كذا كان فيه قرصان حقيقي هو ياباني صيني يعني قراصنة مكمل من اليابان والصين وماليزيا كذا او كوريا عفا من جمعين كذا قراصنة وكان موجود على الشاطئ حق الصين واليابان كذا يقرصن في ذلك المساحة فهو قرصان فعلا موجود في طاقم قراصنة عظيم مشهور اسمه قيلة امثال غراضي في شباب في حساب اسكوبر قبل ان تشكرون التغريد وعرفوا معلومات عنه بالكامل ولكن قودة مقتبس هذه الشخصية من ذلك القرصان البلاك بيرد هزمه واخذ الجزيرة بمساعدة كوبي يعني كوبي مم متعمد يساعد البلاك بيرد كوبي كان يبساعد المواطنيين نفس ما صار مع غارب غارب ما كان متعمد يساعد روجر في حديثة الروكس القاد فالي قبل 8 سنة كان يبي يحمي حتى النجا دابر على الأقل ما كان يبي يحمي التنانية الساموية كان يبي يحمي العبيد حقينهم الناس من العبيد حقينهم يعزل علي كان يبي يحميهم فقاتل بكل مواطني من قوة لكن قتاله فزعته هذه حقه تقارب ساعدت روجر ان يحزم قراصينة الروكس قبل قبل 30 سنة نفس الشيء تماما هنا هنا صار الموقف اللي يسمونه ستاند اوف يعني كل واحد مصوب على واحد بسلاح والكل خايف من الثاني والكل متردد شي سوي فتيت بدأ الحوار يقول لو انا تركتها لو اخليت سبيلي اطلقتها من يدي بترجع تستخدم فاكياتها بس هل تظل فعلا من راح تعيد رفاقي لطبيعتهم يعني ما توقع ان تفك التحجير عنهم وترجعهم فقال هنا كوبي حتى انا بيترجع اتباعي لحجراتهم اللي هو بنا بلاد ميرال و هيمي لبوسان و شل هذين كلهم فترد بواحد قلق انا راح الابي طلباتكم اذا غدرت الجزيرة بسلام يعني اذا بتطلعون بسلام ما راح تسوي لي مشاكل بفك التحجير عند الناس هنا البلاك ميرد غاضب كذا و الظلاطها زيادة لا تكذبي لا تكذبين علينا لو اطلق صراحش راح تحولين نحتحنا الى حجار و راح انتي امرنا كلنا يعني بتصل انتي المنتصرة لو انا هديتك الحين هذي اللي يسمونه ستاند اوف واكما الكلام بصراحة اعتقد انه يستحيل على اي رجل مقاومة قدرتك تخاسي لانت لوفي قدر يقاوم قدرتها تكلم عن نفسك وعن نفسك الدنيئة وخيانك الدنيئين لوفي لوفي الاسطورة ما تأثر بقدرتها وقدر يقاوم قدرتها وهنا عديش اظهر فعلا شخصيتي القدرة والوصخة اللي مستهدية تخلى عن الكل هبشي انه ينجي اخوه وهنا تكمن المشكلة لذا يجب ان اقتلك يعني هنا انا في مشكلة معظلة بالنسبة لي لو اديتك ممكن فعلا تقلبين علينا تحولي انك اللي انا ما قدر اقاوم قدرتك بموت فما بخاطر بنفسي بقتلك وطزف اخيائي ما قالها صريحة بس واضحة يتقول لي اذا انت قتلتني ربعك بيموتون بيتم تحجاره برا يرجعونه ويقول بقتلك ما انا مبغاما كوب يقول لي انتظر رجال هذا الشيء راح يؤدي الى الكثير من الضحايا يعني مو بس ربعك اللي يموتون حتى ربعك اللي يموتون اصبر لا تتحوى فجأة يطلع لك كذا الشرار لك الملك الاسطوري ويطلع الوحش المرعب ملك الضراب الحقيقي وقاعد يتكلم ريلي يقول توقعت حصار من البحرية ولكن ما قد متصوره ومتخيل ان تضاريس الجزيرة راح تتغيى المعذر على التأخير يا هامكوك جاي بكل برود ونص علق مالك اطلاب رايلي طبعا ممكن التعليق هذا جاء من الكوجة ممكن من البلاك بيرد نفسه ممكن من الاتباع البلاك بيرد يعني ما اشوف كلها اتباع البلاك بيرد كل البحرية متحجرين ما كان باقي الا البلاك بيرد نفسه وكوبي نفسه ويجيك ريلي وبكل برود قاعد يسحب السيف حقه ايوها الغر المبتدأ من طاقم اللحية البيضاء كذا رايلي ذكر البلاك بيرد انك كنت مجرد غر مبتدأ في طاقم اللحية البيضاء قد يكون هذا طفوليا او قولا طفوليا مني الكلام اللي بقول انا يمكن كلام يبدو طفولي بس انا اكرهك انا اكرهك وتنتفت عليه بوهنكو كذا رايلي كذا متعلقة ويعطيك الكاتب البنت العريض في وجه كل من شكك في لقب رايلي في وقت حضور البلاك بيرد واللي اظهر الكاتب اليوم كومارشل دي تيج وابهر مكافأة اربع مليار كاتب لك تحت ملك الظلام اليد اليمنى لملك القراصنة سيلفرز رايلي وكوب يقول سيلفرز رايلي بيش عميه ولا احمق اني رايلي بكبره جاينا واتباع البلاك بيرد الي هذي يوضحنا مهم اللي يعلقه نا نا مفجوعين ممصدقين ورايلي وبكل فخامة وبكل هيبة وبكل ثقة ابطلي التحجر عنهم يا بوهنكوك بس احرص بنفسي على ان يغادر الجميع الجزيرة دون ان يتصرف اي احد يتصرف احمق او اخرك بدون احد يتطاول تسولنا نفسه باي شيء طبعا المقصد من ذلك الكلام ان بلاك بيرد ما يبيهدها ليش لو انا اطلقت صراحك فتحجريني ما راح فكرت تحجير عنهم الا لما اطلعوا برا الجزيرة رايلي جاء كأنه حكم في النص خلاص انت هد انت هد انت اصحب انت اطلع انت فك التحجير يلا خلاص فك 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 كل واحد في حان سبيله يلا نفس حركة شانك سحرب المارين فورد يوم جاء اللي في رأسه حب منطحن ينزلي ولا يلا تتكل على الله كلكم كلهم انتكل على الله رايلي هنا جاء نفس الشيء بحرية يلا يلا قراصي ابنا كبيرد يلا 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 كل واحد يروح بيت وكل واحد يروح ينام وهنا انتهت الفلاشباك انتهت الاشياء اللي صارت قبل ثلاثة سبيع سبعين رجعنا للوقت الحاضر وقاعد هنا بوانك تقول انا سعيدة جدا بسلامة الجميع شكرا لك يا رايلي انا مبسوط ان الكل طلع سالم غالم شكرا لفزعتك يا رايلي اجهة اظهرت شاكو اللي كانت تعتبر دائما صديقة رايلي شفناها في هرخبيل شابودي ثم مالكة البار اللي كنا دائما ضلنا شخصية في طاقم روجر ويظهر لنا الكاتب الفطاقة التعريفية حقها شاكو حاكو وهذا اسمها امبراطورة امازول للي السابقة قبل عهدين يعني عهد بوهانكوك حاليا هذا الحالي والعهد اللي قابله عهد المرة العجوز نيون قابل نيون المرة العجوز المبروض هذي شاكو يعني شاكو اكبر من نيون نيون ماتت وعجزت ودهت الصريخ الصلاعية وشاكو ولا تزال متجددة ومتشمدة اشلون وشن الفيس ماسكي لعليش اتوقعنا قدرتفاكيات شيطانة اتوقع بلننتظر نشوف بسيق كانت قاعدة قراصيلة الكوجا في السابق بدأت تتكلم شاكو وتقول توجد دائما اضرار ومشاكل تظهر بسبب التطور فبسبب سفن البحرية الجديدة المغطاب بالكايروسكي اللي طورها فيقابانك حتى الحزام الهادئ لم يعد مكانا آمنا يعني في السابق لما تقول الجزيرة بسطة الحزام الهادئ انت في أمام ما بيجي كحد من اللي خاطر يدخل عند ملوك البحر اللي موجودة تحت دي اللي خخ وتاقل السفينة بكبرها فكانت سفن الكوجا تدخل وتطلع بأمان بسبب الأفاعي اللي عندهم في السفينة اللي مربوطة بالسفينة فحوش البحر ما تتعرض للسفينة لأن السفينة يقودها أفاعي اللي هم أساسا وحوش بحر فالساحين بما أنه صار سفن البحرية مغطة بالكيروسيكي صارت السفن تدخل بكل سهولة إلى الأمازون ليلي إلى الحزام الهادئ ويصل إلى الأمازون ليلي بكل سهولة علقت هنا نيون قالت أولا جانا حصار البحرية ثم تخلط أسلحتهم الجديدة هذا المسافيسة الجديدة السيرافم وبعد اقتحام اللحية السوداء كان الوضع ميؤوس منه وظنيت أننا خلاص هلاكنا هلاكنا هذا نيون باصل نيون باتش أنا العجوز قاعد تقول للكلام هنا علق ريلي يقل بصراحة ذلك الوضع هو اللي أنقذنا الوضع أن البحرية والسلاح الجديد حدهم السيرافم وأنش أنت يا بو أنقق حجرت هي لأتباعهم وأن البلاك بيرد محتار يحرر ما يحرر بسبب التحجير ويبينقذ رابعة ما يبي يخسرهم وابس برضو فيه السيرافم كوبي انطر يأمر السيرافم بالتوقف عشان خايف على ربع لا يموتون بسبب التحجر هذا اللي يسمونا ستاندوف بسبب الوضع هذا هو اللي أنقذنا من الموقف الخطير هذا فأنا بلغت من العمري عيتية يعني أنا عجست أنا شايف طبعا ريلي قال ذلكلم عن نفسه من قبل ويقاتل كيزار بس برضو قاتل كيزار وشق وجه كيزار أنا قال أنا عجست بس حتى وقال كده كدام كيزار أنا عجست لأنه شق وجه حتى وقال أنا عجست ما عد فيني حيل سبح في الحزام العاد الحالة بدون كيروسك بدون سفينة سبح الحالة سباحة وصل ليلة مزللي وفي طريقة أنه تفلى خمسة بدل ستة ملوك بحر عن أي وحش تتحدث لا يغركم العجز والكلام هذا هذا يسمونا تواضع الكبار لما تكون أنت كبير في العمر وكبير في القوة وكبير كشخصية وهيبا تتواضع تظهر هذا التواضع وهذا يسمونا التسليك ماجد لريلي أكبر كلام ريلي يقول لا أظن أنه كان بوزع الانتصار على اللحية للسوداء الحالي في نزال مباشر يعني لو أنا قتلت معه راس براس طبعا ما أدري هو يقصد طاقة من اللحية السوداء كامل أو اللحية السوداء بنفسه بس إذا هو نفس يظن ذالشي البلاك بيرد نفسه مو بواثق من ذالشي لأنه البلاك بيرد واثق أنه يقدر ينتصر كان قاتل المصيبة وين أن أنا لو قتلت يعني لو أنا كالبلاك بيرد قتلت ريلي الآن زود عني أخاطر بحياتي لأنه ممكن أفقد يدي ممكن أفقد رجلي ممكن أموت هذا شي وارد أنت تقاتل الملك الظلام الحقيقي هذا الحقيقي أنت البلاك بيرد لو قتلت تقاتل ملك الظلام ولا عنده فكية شيطان تقدر تبطلها وقوتها هكي في هكي فبيجلتك بالهكي ففي مخاطرة ممكن تتصر البلاك بيرد ولكن في المقابل بوهنكك ما رح تفك التحجير عن أتباعي فبخسر أتباعي كوبي لو شاف أن أتباع بدأ يموتون وتكسرون ونجلدون وأنت البلاك بيرد مكمل ممكن يطلق عليك السرافيم فبتصير تقاتل ريلي وبوهنكك أتباع بوهنكك وكوبي والسرافيم وأنت الحال بتقمك تحجر فمو بمنطق من البلاك بيرد أنه يقاتل ريلي في ذلك الموقف فانسحاب البلاك بيرد كان هو الأكثر منطقية بغض النظر على هذا الكلام ريلي كان واثق في نفسه وفي هيبته وقوته والهك حقه أنه لو قلت له نسحبوا وكلهم ينسحبوا ينسحبوا وفعلا نسحبوا هذا هي فعلا العزيمة والإرادة والهك اللي ظهر من ريلي أكمل ريلي كلامه إذن فأسلحة البحرية الجديدة تلك صنعت لتعويضكم يا أفراد الشيشيبوكاي فردوا خواتبان يقول لكم السلاحين يعني اللي هجموا عليهم سلاحين بأس ثنين من البأسافيستا الجديد اللي يسمونهم سيرافيم اللي تكلم عنهم فيجيتورة في السابق وقال اسمهم SSG علقت النقطة الثالث تقول لم يصب أجسادهم ويخدش واحد طوال القتال المعركة قابعة ودف دف دف بين الكوجة وما بين البلاك بيرد والطاق يومكم وجود وقعد يظرب فيهم خدش واحد ما ظهر عليهم وتجي الصادمة تقول أمرهما غريب للغاية فقد كان أحدهما نسخة طبق الأصل من أختنا في صغرها وريني الكاتب واجه الصورة الثانية غير ميهوك عندنا بوهانكوك نفسها سيرافيم بشرة سوداء شعرها أبيض وراها النار ولها الأجنحة السوداء نسخة طبق الأصل من بوهانكوك من شعب اللوناريا وبي اكس يعني باسافيستا مطورة سيرافيم يعني كل هذه كانت صدمات بما فيه الكفاية بس الكاتب قبل لا يختم قال أعطيكم برضو الضربة القاضية سفينة البحرية اللي انسحبت تراجع تتواصل مع الـ HQ تقول نحن على وشك الوصول إلى ميناء رأس البيضة أحد الموانئ اللي عندهم أما بشأن العقيد كوبي الذي تعرض للاختطاف وتجي كذي الأخبار في الجرائد أخبار جديدة تنشر في أرجاء العالم العقيد كوبي بطل الحادثة ميناء روكي وقع أسيرا في قبضة قراصلة اليونكو بلاك بيرد ولا يعرف إن كان حيا أم ميتا البلاك بيرد الحقير وطالع ماشي 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 فيه فاعدة ما قدر ياخذ فاكيات بوهان كوك خذنا كوبي عقيدة البحرية هل أخذ مع كوبي السيرافيم اللي هو شكل ميهوك ما ندري ما ندري حتى لانا شفنا كوبي يأمر واحد منهم بتوقف على جوم هل اللي أمرها كانت هي نسخة بوهان كوك أم نسخة ميهوك ما ندري ما ندري شاللي صار في ذا الفصل المجنوم ما ندري وكل ذا الأحداث صارت قبل سبعين ثابة سبيع نتكلم عن القتال والاختطاف اللي صار فالعان مكافأة البلاك بيرد اللي كانت قبل الاختطاف هذا صارت أربع مليار إلا أربع مليون يعني لأربع مليون بس ويطق أربع مليار اختطاف عقيد من البحرية طبيعي يرقيك أربع مليون فحاليا المفروض البلاك بيرد أربع مليار فهما فوق أكيد مليون بالمئة بس ننتظر ظهور مكافأة الجديدة اللي بتصدمنا اللي ربما حتى تكون أعلى من شانكس لأن شانكس في حالة ما يهاجم البحرية وما يختطفون ولا يقتلهم ولا يسابق البحرية هذي نقطه كي تتكلم عنه كون أن البحرية كانوا مستهدفين بوهانكوك وبثنين سيرافيم يعني جبنا البحرية تجمون على ميهوك وعلى باقي فيهجومهم على باقي ما чтоrigن من السيرافيم فيهجومهم على ميهوك ما чтоrigن من السيرافيم اشماع ن بس بوهانكوك اللي هجم عليها بثنین بس بصفاة جديدة ميهوك وبوهانكوك وجود يأخذون الفاكرة ويعطونها بوهنكوك المستلسخة يعني يصنعون نسخ من الشيشبوكاي نفس قوة الشيشبوكاي بل ربما حتى قوة في بعض الحالات معاك طبعا الرسمة التي أظهرها من المصغار الكاتب الريدي يرسم لنا من قبل جيمبي وصغير فروكوتال وصغير وفلامينغو وصغير فممكن نشوف في هذه الشخصيات المجونة وحتى طبعا موريا وكومو وصغير فممكن نشوف نسخ من البسشافيستا هذا الجديد السيرابيم سابعة على الأقل سابعة الشيشبوكاي كلهم نفس الشيشبوكاي السابقين من نسخ مصغرة وممكن حتى البلاك بيرد ممكن حتى باقي كلهم دين يصور الشيشبوكاي فترة السنتين وقبل السنتين فأي أحد أصبح شيشبوكاي ممكن تم استلساء أخر ونلجح للنقطة التي تكلم عنها في جيتورة في السابق السلاح هذا السس جي اللي اخترع فيجابانك يخلي حكومة العالم قادرة على الاستقلاع عن نظام الشيشبوكاي ففعلاً هم مستقلوا عن نظام الشيشبوكاي وذيلي حالياً جنود مطعين تحت أمرك يعني ما بينكبك واحد نسخة ميهوك ما بينكبك بصحاب المارين فورد يقول لك قاتل يلا يجين بشانكس يقول لك لا لا سلام عليكم وانا ما اتفقت على قدر شانكس ويمشي إذا أنت أمرت وقف وقف إذا أنت كما أمرت قاتل قاتل بيضحب نفسه عشانك لأنه في النهاية بسفشتها رجل آلي النسخة يعني فالية طبعاً نتكلم لعذا المواضيع وتحليلات ونظريات وضحك وجنون في جسعة النقاش اللي نزالها تنموض قبل أن ينزل هذا الانطباع المفروض في حلقة نقاش تراقشنا فيها مع جلو ومحمد يمالي مع تركي مع زعزع مع راشد ورزان ومحمد نامي كلنا كذلك سبع أشخاص مدوان أشخاص تراقشنا بكل تفاصيل الفصل وبنظريات وتحليلات فلا يفوتكم جلو سعة النقاش هذه أنا سميه انطباعاً لقراءة الفصل بمؤثراتي ورياكشناتي والضحك والسوال فهو وو مع بعض الملاحظات والشغال التي من الناس ما انتفع لها حاول اتكره ونبه عليك رح أنكمل نقاش بنظريات وتحليلات وتعديلات الترجمة الرسمية وكل هذا يوم الأثنين في بث المنق الأسبوع الذي يأتي كل سبوع هناك وصلنا ترجمة نانسي قنقر